الناس اللي عندهم انزلاق غدروفي في منطقة القطنية ومسمع شوية في بعض الألم بتاعه أو غير محتمل لكن انزلاق غدروفي حاجة بتقول بسيط خالص لو العلاج الدوائي ما جابش معاه أي نتيجة هل فيه دكتور برضو ليه استخدامات أخرى كمان من ألام العمود الفقري أو الألام الخاصة بالعمود الفقري والانزلاق الغدروفي؟ أصلا الاستخدام الأشهر والأمثل ليه هو في ألام أسفل الظهر اللي هي نتجة عن ألام الخشونة أو احتكاك مفاصل الفستة اللي وباك بين اللي هي نتجة عن احتكاك مفاصل العمود الفقري بعضها نتيجة الخشونة ده أشهر استخدام تاني حاجة نتيجة ألام عرق الناس ما هو كل مشاكل عمود الفقري دي بتدي عرق الناس في الآخر الانزلاق الغدروفي كانزلاق اللي هو خروج قرص الغدروف من مكانه وضغطه على الأصد ده أشهر سبب لعرق الناس لكن الخشونة بتاعت الظهر بتعمل عرق الناس تزحلق الفقرات بيعمل عرق الناس ديق القنشة وكيه بيعمل عرق الناس فكل الحاجات دي ممكن يتم فيها استخدام التردد الحراري في عدم وجود مشكلة جراحية في عدم وجود مشكلة جراحية أو في وجود مشكلة جراحية في مريض مثلا سنه 80 سنة مش هاينفع ان احنا نعمل له تدخل جراحي أو مريض وزنه 150 كيلو ساعتها ممكن نلجأ لي التردد الحراري كبديل عن الجراحة لكن انا حابة بوضح ان وجود مشكلة جراحية في الظهر هو حلها جراحي لان زي ما هنوضح بعد كده استخدام التردد الحراري أكتر من مرة لما المريض في الآخر بيجي بقى نلجأ للتدخل الجراحي ما بتبقاش الأمور أزرف حاجة ده في حد ذاته بيبقى حاجة متعبة للمريض وللجراحة زي ما هنوضح حريبا تقول يا دكتور ان هو بيدخل يعمل زي نوع من أنواع الكي للعصب هل هو بعد حول العصب يعني هل بعد فترة بيرجع القلم تاني ولا خلاص ده علاج جزري مش علاج مؤقت مش مسكن أنا خدته فترة وهيرجع تاني هو قولا واحدا هو التردد الحراري هو مسكن قوي لفترة مؤقت مسكن حتى لو الألم اللي أنا بشعر بيدي ألم بسيطة أو الغدروف اللي عندي غدروف صغير هو بقى الفكرة بتيجي في إيه إن أنا مريض عنده غدروف صغير مريض عنده انزله غدروفي صغير أو عنده خشونة بسيطة تمام وعنده ألم مش محتاج عملية خد علاج دوائي مفيش نتيجة عمل علاج طبيعي مفيش نتيجة وتحت أي ظرف هو مالوش جراحة إنه هو مالوش جراحة المشكلة اللي عنده بسيطة لا تستدعي إن إحنا نفتح ظهره لا تستدعي هذا فإيه الحل اللي موجود إن إحنا نلجأ ليه الحقن والتردد الحراري في هذه النقطة إحنا بنعمل الحقن والتردد الحراري نسبة نجاحه 60-70% يعني من كل عشر عينين بيعملوه فيه سبعة بيشعروا بتحسن بس مع شرط اختيار المريض المناسب يعني عشان نوصل لنتاج الكويسة دي لازم يكون المريض في علا ما عندهوش مشكلة جراحية تمام فنسبة نجاحه 70% يعني فيه سبعة أشخاص من كل عشرة بيشعروا بتحسن بالتردد الحراري لفترة تبدأ من ست شهور ممكن توصل لسنة ونص تمام طيب بعد سنة ونص أو بعد ست شهور أو بعد السنة راح مفعولة العصب خلاص زي ما احنا قلنا هو بيعمل تأكل في جدار والعصب بيرجع ينمو تاني والأمور بترجع تاني لطبقاته طب ازاي المريض مايرجعلوش القلم ده هل لازم هيرجعلوه لا مش لازم هيرجعلوه لان احنا في النص بننبه على المريض بحاجة باسمها يبقى ايه lifestyle modification غير نمط الحياة يعني انت كنت وزنك زيادة انت وزنك زيادة عاملك مشكلة انا هوادي لك القلم بس انت خلال ست شهور كيين دول لازم تخس او وانت لو ما خسدش القلم هيرجع انت بتقعد فترات طويلة او بتشيل حاجة بطريقة خاطئة خلال ست شهور دول الا بقى تحاول انك تشوف شغل ما فيهوش شيل حاجات تقيلة تزبط نمط حياتك انك لو بتقعد فترات طويلة كل ربع ساعة كل عشر دقايق لازم تقف يعني لازم يبقى فيه تغيير بيحصل خلال ست شهور دول لو فضلنا عايشين بنفس نمط الحياة مفيش تحسن حيحصل تحسن الفترة بتاعت وحيرجع تاني بزرط